لو انت بنت في الفيديو ده مهم بالنسبة لك جدا جدا ولازم تسمعي لغاية الاخر يمكن يكون من اهم الفيديوهات لها تسمعيها في حياتك ولو انت ولد برضو الفيديو ده مهم بالنسبة لك جدا لانه اكيد لك يعني اخت ام زوجة عم خالة حد انت حابب توصل له المعلومة عشان ما تقعش في حاجة تضيع اجراها وممكن تتسبب في غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيب قلبي اهلا بكم وقبل ما ابدأ الفيديو خليني يألحق كده الفيمينيس اللي هيبدأوا يقولوا لي ايه واشمعنا والبنات وانتم مطلعونا من دماغك وانتم مش لقين غيرنا تتكلموا عليه طب ليه ما اتكلمتش عن الولاد اشمعنا على الولاد لا اه فاحب اقول ان ده الجزء الاول اللي بنتكلم فيه على البنات وبعد كده هنعمل جزء تاني هنتكلم فيه عن الولاد في نفس المواضيع والنهاردة هنتكلم عن اشهر اخطاء البنات في الشكل واللبس والعبادة طب لما هتتكلم عن الولاد بعد كده لماذا اتكلمت عن البنات الاول؟ الله مش لديز فرست برضه يلا بنا نبدأ اول حاجة اخطاء البنات في الشكل واول حاجة هنتكلم عليها في الشكل هي البروكة والإكستنشن من اشهر حاجات والتي انتشرت للأسف ما بين بنات كتير هي لبس البواريكة والإكستنشن والامر ده خطر جدا لانه فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لعن الله الواصلة والمستوصلة الواصلة هي اللي بتوصل شعر بشعر والمستوصلة هي اللي بتطلب ده واللعن هو الطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والامر خطير فاركزي كويس اول حاجة لحضرتك مش محجبة فالبروكة والإكستنشن حرام عليك فوق انه اصلا حرام تظهري بشعرك لانه ربنا سبحانه وتعالى امر بالحجار فانت كده عملتي حرامين وزودتي الحرام اللي بتعمليه زينة فوق زينة يعني حرام فوق حرام اما لحضرتك محجبة ففيه حالات معينة لازم تتوفر عشان يبقى البروكة او الاكستنشن ينفع اول حاجة منهم ان الامر يكون للضرورة يعني فيه فقدان شعر واضح وصريح مش شوية تساقط ولكن فراغات شديدة بينها او فقدان تام للشعر سواء كان الامر ده وراثي او بسبب مرض او علاج ما ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرفع عنا جميعا ويشفي مرضانا ويبارك لنا في اهلنا من البنات والستات يبقى اول حاجة الضرورة تاني حاجة ان الامر ده لا يظهر الا ايام بين الستات يا للمحارم يا للزوج غير كده لازم البروكة او الاكستنشن يكونوا من شعر صناعي مش من شعر ادمي لان الشعر ادمي حرام وشرط كمان مهم جدا لاخد بالنا منه ان الاكستنشن ما يكونش الاكستنشن اللي بتلزق في فروة الراس لان اللي بتلزق في فروة الراس ده بيمنع الطهارة يعني لوحدها هتتطهر من حدث اكبر هتخش تغتسل عشان ترفع عن نفسها الحدث ده بيمنع وصول المية للمسام وبالتالي بيمنع الطهارة وبالتالي يبقى كل اللي بتعمله بالطهارة بتاعتها ما حصلش اصلا وطبعا مش باحده اقول يعني ان البروكة ما بتقومش مقام الحجاجة ويجي بعد كل ده شرط في غاية الاهمية وهو انه ما يكونش فيه خداع هيحصل بالموضوع ده يعني واحدة مثلا بتعمل الاكستنشن اللي هو بتلزق شعر على الشعر مش على المنامك او واحدة مثلا بتلبس البروكة فتظهر في وسط النساء او للمحارم اللي ما يعرفوش حقيقة وجود الفراغات دي في الشعر او انه مثلا ما فيش شعر اصلا وجات بقى واحدة من النساء دي او من الاقارب يتقدموا لها عشان الجواز واجب عليها وما ينفعش ابدا تعمل غير كده ان هي توضح حقيقة الامر بلاش شغل المسلسلات ايه ايه تاني حاجة من الحاجات اللي انتشرت بكثرة التطول مايكرو بليدنج ودول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لعن الله الواشمة والمتاشمة وزي ما قلنا قبل كده في فيديو التطول انه الواشم حقن الاصباغ تحت الجلد وده اللي بيحصل في التطول مايكرو بليدنج فبالتالي هو حرام ولا يجوز شرعا وطبعا يستثنى من ذلك الحالات المرضية اللي فيها مصيبة او حاجة معينة قدت لان مثلا الحاجب بقى مش موجود خالص او فيه تشوه شديد في الجلد ودي حالة خاصة تستفتي صاحبتها لوحدها كده لكن الحكم العام ان ده حرام يجي بعد كده البيرسنج الا هو انه بيتعمل يعني اخرام كده في المناخير مش عارف ولا الشفة ولا فين عشان يتعلق فيها الحلق او تتعلق فيها خرزة حاجات من هذا القبيل يعني ودي ليه حشروط عشان تبقى برضه حلال الشرط الاولاني انها تبقى مش في مكان عورة لانه كشف العورات ده للضرورة والبيرسنج مش ضرورة فقا ريت حضرتك تفهمي كويس قوي ايه عورة الست على الست عشان تبقي فاهمة انه ما ينفعش اصلا تعمليها عند ست في مكان هو عورة والموضوع افضع واشد مليون مرة لوحدة ست بتعملها عند راجل طبعا تاني حاجة انه الاخرام اللي بتتعمل دي تبقى لا تسبب ضرر مش حاجة مثلا ممكن تعمل نزيف او تعمل مشكلة كبيرة للبنت اللي هي تعمل البيرسنج وميبقاش المشهور بالبيرسنج اللي انتي هتعملي ده فاسقات وكافرات يعني حاجة بتاعت ناس مش مسلمين فاحنا بنعملها انه في اماكن معينة بيعملوها الفاسقات والكافرات وحاجة يعمي شكلها ما يلقش بمرأة مسلمة والمفروب ما يحصلش اما اخر شرط هو انه لا يظهر الا للمحارم برضه يعني ما ينفعش تعملي بيرسنج في وشك مثلا ويكون وشك مكشوف بيشوفه غير المحارم فيبقى الامر كده حراب لانه ده من الزينة اللي مفروض لا يراها الا المحارم اخر حاجة في موضوع الشكل هو المكياج والنيل بولش والأكليريك يا رب كنا تقطع اكليريك تقريبا اكليريك الميكب برضو من الحاجات المفروض لا تظهر الا للمحارم البنت لو هتطلع في الشارع يبقى بتنزل من غير ميكب خالص بس انا سأضع ميكب خفيف حاجات بسيطة حاجات من غير ميكب خالص اما امام المحارم برحتك امام البنات برحتك طيب النيل بولش هحط نيل بولش في بنات بيقول عليه منكير و اكلادور تقريبا يعني مهم إيه اللي هو بيلون الضوافر ده برضو من الزينة التي لا تظهر إلا أمام بنات أو أمام المحارم وناخد بالنا كويس قوي إن هي بتمنع الوضوء فبالتالي ما ينفعش أتوض عليه ولمسح عليه ولا الكلام ده كله في نيل بوليش يبقى لازم تشي لي عشان تتوضي أما الأكلاريك اللي هو ضوافر سابتة بتتلزق على الضوافر الأصلي فدي من الزينة إلا مفروض لا تظهر إلا أمام المحارم والبنات زي ما اتفقنا لكن فيها مصيبة أكبر إنها تمنع الوضوء وتمنع التطهر من الحدث الأكبر فبالتالي اللي حتى أكليريك لا تصح لها صلاة أصلا ناخد بالنا الحاجات دي مهمة جدا وما فيهاش تهريك تاني حاجة نتكلم عليها النهاردة اللبس والموضوع سهل وبسيط ومختصر أي لبس للبنت غير الحجاب الشرعي فهو غير مقبول ولا يرضي الله ويبقى حرام عليها لأن هي ربنا سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب والحجاب ببساطة إنه ما يبقاش واصف الشكل بتاع الجسم ما يبقاش شفاف ما يبقاش زينة وملفت ما تبقاش علوان ملفتة ورسومات كتير وحاجات تخلي الناس تبص عليك تشوفك وإنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر يبقى حجابك مغطي فتحة الجبل اللي هو يغطي السدر ولبسك واسع وهو فتفاض سميه زي ما تسميه بقى تسميه إسدال تسميه ملحفة تسميه مش عارفة بلوزة وجيبة تسموه زي ما تسموه في النهاية لو في القواعد دي بقى ده الحجاب الشرعي اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وتاني حاجة في موضوع اللبس هو البرفان وموضوع البرفان ده منتشر انتشار رهيب رغم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده شديد وصيرت وفعل الصحابة من بعده بتعلمنا إن ده ما ينفعش الواحدة الست إن هي تحط برفان وتخرج بيه في الشارع قبل ما تخش الدخلة بتاعت اه بقى ونطلع بعرقنا ونقرف الناس بريحتنا وبتاعت اسمع الموضوع ده الآخر بس والله عشان أنا رجل كبير وصحتي على قد المحرم على ست إن هي تخرج بالبرفان اللي ريحته طلع براها الريحة بتاعته نفاذة والناس حواليها عشان ماه النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده قال حديث في غاية الشد حديث مخيف قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت على قوم اللي يجدوا ريحها فهي زانية والزنا هنا مش معناه الزنا يعني الزنا الكامل والذي عزو بالله وأنه يقام عليها حد مثلا أو حاجة ولكن معناه أن الأمر ده داعية للزنا وكأن الأمر فيه حاجة فظيعة وديرة سامعك ونتي بتقولي دي أنا سمعت ناس على فكرة قالوا إن هي تبقى حطا وأصدا إن رجال يشموها لكن أنا ما بمعملش كده طيب كملي معي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكنا إلى المسجد فلا تقربن طيبة اللي هتروح تصلي لو سمحت ما تحط الشريحة ما تحط برفان اللي رايح هتصلي مش خارجها تتفسح بكزي مع اللي جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال أي يوم امرأة أصابت بهورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة حتى برفان ما تخرجيش تصلي معنا العشاء سيدنا أبو هريرة كان واقف في يوم الايام فمرت ست كده رحتها وصلاله فقال يا أمة الجبار تريدين المسجد تراح تصلي قالت نعم قال لها وله تعطرتي قالت نعم قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها الريحة بتاعتها طلع براها كده ركزي فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل يعني اللي خرجت وهي متطيبة الله عز وجل لا يقبل منها صلاة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لو مرت بيه امرأة ريحتها طلع كده كان يعنفها ويقولوا لها تتطيبين وقد علمتي أن قلوب رجالي فيقنوا فيهم انتي مش عارفة ان ريحة الست الحلوة بتخطف الراجل ومش هنحور والرجال هتعترف معي تحت في التعليقات ريحة البرفان البناتي بتبقى يعني فظيعة وملفتة جدا وبتبقى يعني بتاخد قلب الراجل ويأما الناس شمت ريحة يقول مين اللي حط الريحة دي اللي هو فين ده وهذا لا يرضي الله عز وجل فتخيالي كل الأحاديث دي وفي النهاية انتي لسه برضو مصممة أما بالنسبة لريحة العرق وريحة السيئة مين جاب سيرة القرف ده ده مش من الإسلام في شيء أصلا يا فاندم عندنا الحمى وعندنا الديودرنس وممكن نحط بادي مستق أو بادي سبلاش ريحتهم خفيفة خالص ما تخرجش برانة عطر خافي كده الريحة ما تخرجش برانة لكن لوحدة صاحبتك جاءت تسلم عليك ابوسك تحطنك تقول لك الريحة الحلوة دي وهو ده حلال وما فيهوش حاجة ويرضي ربنا سبحانه وتعالى هو يا فحفح وأخرج برا أمر ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يا بلاش كفاكم مغلطات منطقية بقى ما تتعبوش قلبي معاكم ونخش بقى على رقم ثلاثة وهي أشهر أخطاء البنات في العبادة أول حاجة هو الوضوء على الهدوم يعني ان هي تبدأ تمسح مثلا على كم الهدوم اللي هي لابسها عشان صندوقك الكم دي أصلا مش عارف ايه فتمسح على كم الهدوم المسح على الكم دا ما ينفعش ولازم يتم الغسل عادي جدا لغاية كوحكا لازم المسح على حاجتين بس على الخف على الرجلين وعلى الخمار على خمار الرأس احنا توضينا ولبسنا هدمنا ولابسين الخمار ولابسين الخفة او يعني الشراب على وضوء فهنمسح الخمار ونمسح على الشراب ولازم ناخد بالنا من الشراب يكون معدي العظميتين بتوع الكعب دول عشان منعرف نمسح عليه انما باقي الحاجات الكم لازم اشمره او لازم اتصرف زي ما تتصرفي بقى ان احنا ايه نتوضى وضوء صحيح تاني حاجة من اشهر اخطاء البنات في العبادة هي المسح على النيل بوليش او الاكلارك زي قلنا من شوية وزي ما اتفقنا ده ما ينفعش وما فيش حاجة سماكن اخدوا بالكو الطهارة شرط لصحة الصلاة وضوء غلط يعني صلاة مش مقبولة وكمان من الاخطاء الشهيرة هي جمع الصلاوات كلها على بعض بحجة اللي كانت ببره لديه اول حاجة للناس المسؤولة عن المساجد لو سمحتوا فتحوا مساجد الستات يعني الست مطلوب منها الصلاة زهر راجل بالظبط فاحنا بنعسفهم ليه انا مش فاهم افتح يا فندم مسجد الستات عشان الستات تصلي طيب مسجد الستات مقفول حضرتك خشي مسجد رجالة وصلي في اخر صف خالص وخلي ظهرك للحيط ما لقيتش مسجد مفتوح اصلا وحضرتك هتصلي في مكان اختاري مكان يكون يعني محوط عليك وظهرك لحيطة وصلي ايه ده حتى لو مكان ده فيه رجالة حتى لو مكان ده فيه رجالة طيب وصلنا انه مفيش واحنا في صحرة مفيهاش حيطان وانا واقف في وسط رجالة وعايز اصلي اعمل ايه افريشي وصلي ومطلوب منهم هم غد البصر ما هو يا رجالة برضو مش معقول يعني ان هي واقفة حتى تصلي هنخليها تبقى عمالة تدور تستخبه فين منين طيب ينفع تصلي من انتي قاعدة لا ما ينفعش تصلي من انتي قاعدة طالما انتي قادرة على الوقوف وده يدخل فيه ان واحدة مثلا تلبس فستان ضيق جدا 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 في فرح او في خطوبة او في اي امكان وهنقول انه حتى الفستان ده هي لبسها في وسط بنات بس بس لازو كن حامل حسابها ان هي هتصلي فبالتالي تقدر تركع او تسجد في الفستان لكن خلاص بعد الصلوات وهتلبس اللبس ده في وسط بنات بس ومن اول ما تخرج من بيتها لغاية ما تخش في وسط البنات هي لبس حاجة واسعة بكه هتلبس ده في وسط البنات يبقى ده ما فيهوش مشكلة باذن الله وزي ما قلنا في الاول ما ينفعش التطهر من الحدث الاكبر في اكستنشن لازق في فروة الراس ومن الاخطاء الغريبة جدا انه فجأتنا انا شخصين انه ايه ده فيه بنات ما تعرفش ده انه في حالة صدفة ايام في رمضان جاء فيها الدورة الشهرية فاحنا بنحسب ايام الدورة الشهرية دي وبنعيد صيامها وما بنعيدش صلاتها يعني الصلاة مش بنعيد الصلاة ولكن الصيام بنعيد الصيام وبنحسب الايام اللي افترناها في رمضان ونعيدها بعد رمضان او والله لقيت بنات ما تعرفش الموضوع ده والى هنا ينتهي الفيديو بتاع النهر ده والفيديو ده والله انا بقدمه من قلبي لاخواتي البنات ربنا يا رب يبارك فيهم انا عندي زوجة وعندي بنتي وعندي امي ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم من كل شر وسوء واهم حاجة في دنيتنا ان احنا نتعلم دينا ونطبقه حتى ولو جي بعيد عن هوانا لاني فاهم ان بناك كتير بتسمعني دلوقتي يتقولي انها ربي قد كل ده الجنة محتاجة شغل ولما هتتعودي على رضا ربنا سبحانه وتعالى على افعالك هتبقي كل أهمك ان ربنا يرضى ولو على العكس اهواك وقبل ما تمشوا ما تنسوش تقعب اللاك في الفيديو وليك لصفحة الفيسبوك سبسكراع على اليوتيوب وفولو على الانستجرام شير في الخير والدار على الخير كفاعلة والحابب يدعمني على الفياتريني سأضطر لكم لينك الدعم فاقو الكمنت على الفيسبوك وقو الكمنت على اليوتيوب وفي ديسكريبشن على اليوتيوب انا بحبكم في الله والله بحبكم في الله اشوفكم بكرة بإذن الله تابعوا اشتاج الساعة السبعة و اتلالي كل فيديوهات وكان معكم امير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته